الكورونا لما دخلت في حياتنا اختلفت حاجات كتيرة جدا في الشعر الاولمبية تخيلوا ان اقاد الشعر الاولمبية ده كان بيكون يوم موس او اسمه يعني يوم الناس كنا بتفرج عليه في العالم بتتمنى وكل اللي بيشيري الشعر الاولمبية تمنى يشيري الشعر الاولمبية تخيلوا ان اليابان استلمت داخل مدينة اولمبيا في اليونان الشعر الاولمبية اللي سفرت مرة على طول الى توكيو بالطيارة من اليونان الى توكيو بطيارة خاصة خلي بالكم اللي فيش طياران في العالم اليومين دول بطيارة خاصة عشان يقولوا ان هم هيعملوا الدارة الولمبيا هتبدأ فاشعال الشوعة الولمبيا بديبدأ بمدينة اولمبيا لو شفنا قدامنا الحدث جوة مدينة اولمبيا وهي بتستلموا اليابان مفيش حد خمستاشر واحد خمستاشر واحد متواجدين داخل المدمار او داخل هذا المعبد بيبدأوا من ايقاد الشوعة الولمبيا وبالعكس سحيل لو شفنا في عشرين ستاشر في ريدي جانيرو احتفالات ورأس وطبل وزمر حاجات مختلفة جدا لكن النهاردة كورونا تطفق تطفق فرحة الرياضيين بالشوعة الولمبيا لان كل الرياضي في العالم هو بيحب او بيشوف او عايز يتفرج على الشوعة الولمبيا وعايز يكون متواجد داخل المحفل الولمبي ده شيء مهم جدا جدا في الحقيقة الرياضي وكل الرياضي العالم النهاردة في بيوتهم بيعملوا ايه متواجدين داخل بيوتهم بيتمرنوا مستنيين مستنيين زي ما حاشفينه ده دي الطيارة الخاصة اللي سفرت الى اليونان علشان تاخد الشوعة الولمبيا من مدينة الولمبيا في اليونان وتسافر اللي على طول تسافر اليابان تخيلوا ده كان بيبقى فيه عرص حفي مبتاح جدا النهاردة مفيش حاجة خالص منتهية الامور خمستاشر واحد بس اللي حضروا وفعلا مراسم الحزن تخيم على هذه المدينة لكن ان شاء الله قريبا تعود الحياة مرة اخرى الى الرياضة والى العالم عشان الدنيا تختلف وترجع مرة تانية معنا المستثمرين في اليابان كلهم بيدوروا على الولمبيا استثمروا استثمار كبير جدا استثمارات وطبقى للابحاث الاقتصادية اللي اتعملت مستثمرين لغاية تقريبا واحد واربعين مليار دولار مستثمرين بقى كدولة ومستثمرة كايه كافراد الافراد ده تقول لي يعني ايه افراد مستثمر الافراد ده اللي هو بيروح يقجر شقة على المحيط مسلا على مكان اقابة الولمبياد عشان الناس يجي مسلا واحد زي عايز يسافر روح يقجر شقة ودفع ودفع وخده قروض وحاجاته خدت كتير جدا وفجأة الحلم بينطفي والحلم ينهار زي ما حانا شايفين قدامنا في الصور كده اليان منورة ولسه الامل يعني مش هقولك عندها الامل عندها مليون في المية انه يبقى تقوم لانه كمان الاقتصاد اليابان اليومين دول في مشكلة فالولمبياد دي عليهم المفروض ان هي تكون فايل خير عليهم بدخول استثمارات تانية ودخول ارادات تانية فالدولة تقوم في الناحية الاقتصادية وده شيء مهم جدا لو عملنا مقارنة بين اولمبياد ريدي جانيرو وبين اولمبياد آآ توكيو قدامنا توكيو صار في لغاية وقتنا هذا تكلفة حكومة في اليابان صارفة اتناشر مليار دولار اتناشر مليار دولار الحكومة لكن بالافراد طلعين لغاية واحد واربعين مليار دولار ارقام تخض ارقام رعبة بس هي الاولمبياد هي تقدم الشعوب تخيلوا ان ان مدينة تستضيف دورة اولمبية بيبصول ان هي تقدمت تلاقي لي افتتحات شيء مختلف كل الناس بتعمل افتاح النهاردة علشان تفرح بالناس علشان تقول احنا متقدمين ازاي التكنولوجيا وصلت لدرجة ايه الموضوع مختلف جدا 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 في ريدي جانيرو لو بصينا قدامنا هنلاقي ان في ريدي جانيرو الحكومة هنا صرفت عشرين مليار دولار الحكومة في البرازيل صرفت عشرين مليار دولار لكن هنا صرفها كام اتناشر الموضوع مختلف في صرف عن صرف اليابان عندها تكنولوجيا مختلفة البرازيل عندها تكنولوجيا بس في الاخر الحكومات بتصرف. علشان تبين تقدم الشعوب. لو شفنا مقارنة بين الاتنين. بين ريدي جانيرو وبين اليابان. هنلاقي مقارنة اليابان ربنا يكون في عنها. بجد والله. عندها مشكلة. وعندها مشكلة كبيرة. ان هي صرفت. ولسه عايزة تاخد الانكم بتاعتها. طب هنا دخل نص نص مليون زاير. دخل توكيو في الاولمبياد. تخيلوا نص مليون زاير. ساعة الاولمبياد في واحد وعشرين يوم. دخلها زي ما احنا قدامنا هي في الصورة. عشرين مليار لأولمبياد ريدي جانيرو اتناشر لتوكيو. طب المكاسب الاختصادية اللي عمت على في ريدي جانيرو او البرازيل مصفة عامة يعني. مكاسب الراعي تلاتة وعشرين مليار دولار. ارادات الدولة المستضيفة. واحد وتلاتين مليار دولار. المكاسب عدة الهداشر مليار. وهنا خمسمية الف زائر اجنبي داخل توكيو. تخيلوا عفوا داخل داخل البرازيل. داخل ريدي جانيرو. المدينة الصغيرة. تخيلوا توكيو النهاردة ما دخلهاش حد. ليه من غير جمهور. ما نعرفش الحين فين. لكن التأكدات اللي جاي لنا والتأكدات اللي عدلوها عليها على الموقع الرسمي ليه اللجنة الولمبياد الدولية بتقول توماس بخ قال ان الولمبياد تتعامل في معادة نتمنى ده. ونتمنى الخير لكل بلاد العالم بازن الله. نكمل مع اخبارنا.